موسيقى نشرت لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني تقريراً تنتقد فيه الحالة المؤسفة لقدرة المركبات القتالية المدرعة التابعة للجيش البريطانية ويأتي هذا التقرير قبل أيام فقط من نشر المراجعة المتكاملة للأمن والدفاع والتنمية وسياسة الخارجية في المملكة المتحدة التي تشهد المزيد من تقليص هذه القدرات ويشير التقرير إلى أن قدرة المركبات المدرعة في الجيش البريطاني معرضة لأخطار جسيمة اليوم لأنها تعتبر قديمة وجودتها ليست فائقة كما أن هناك تهديدات أكبر عليها من دول أخرى وبحسب عضو برلماني فعلى مدى العقدين الماضيين تمحت وزارة الدفاع البريطاني بتقليل أعداد هذه المركبات بشكل كبير ومثير للقلق فالعديد منها يعود إلى أوائل الستينيات من القرن الماضي عندما كانت مركبة موريس 1100 واحدة من أشهر هذه المركبات وأشار أعضاء البرلماني إلى أن برامج EFV تعتبر ضعيفة بعد أن تم تقييمها مقابل رغبة الحكومة في تمويل أولويات أخرى كالحرب الإلكترونية وحرب المعلومات ويضيف التقليل أن برامج المركبات المدرعة تم تجاهلها وتأخيرها بسبب ربطها بالمراجعة النهائية للمشاريع الأخرى وأضاف مسؤول بريطاني أن مزيجا من التسويف البيروقراطي والتردد العسكري وسوء الإدارة المالية أدت إلى تأكل كبير في القدرات العسكرية والتي سيكون لها تأثير عميق ومدمر على القدرة على الاستجابة للتهديدات بشكل عام وينتقد التقرير وزارة الدفاع والجيش البريطاني على الشروع في برامج مشتريات طموحة زيادة عن المطلوب أحيانا وفي كثير من الأحيان تعمل وزارة الدفاع لتأجيل التمويل بهدف تقديم حل مناسب 100% في المستقبل بدلا من تقديم حل جيد بنسبة 80% اليوم ويتضمن التقرير الدفاعي رسما بيانيا يوضح متى دخلت المركبات المدرعة الحالية للخدمة في الجيش البريطاني جنبا إلى جنب أحدث الطائرات السريعة التابعة لسلاح جو الملكية وبعض هذه الأمثلة هي سلسلة مركبات الـ FV-430 والتي دخلت الخدمة في عام 1962 عندما كان سلاح الجو الملكي يحلق بطائرة الإنجليش إلكتريك لايتني وكانت البحرية تستخدم فرقطات من فئات ليندر كلاسا وكانت المركبات الأكثر شهرة هي المورس 1100 والإلفس بريسلي ويشير التقرير إلى مدى قدم هذه المركبات المدرعة فقد سمحت وزارة الدفاع البريطانية بشكل أو بآخر بالتقادم هذه المركبات القتالية بمعدل مذهل ومثير للقلق ومن بين هذه المركبات المركبات التي تعود للستينيات فقد صرح البرلمانيون أن برامج الـ FV تم تجهولها مقابل رغبات الحكومة في تطوير أولويات أخرى ويخلص التقرير إلى أن جميع ممارسات وزارة الدفاع البريطانية تروي قصة مروعة عن المماطرة البيروقراطية وعدم الكفاءة ففي أي نزاع يجد الجنود في القوات المسلحة البريطانية أنفسهم يعتمدون على مركبات متهالكة عفى عليها الزمن وهذا بحد ذاته إخفاق قد يكلف البلد أرواحا كثيرة أما عن المركبات الحديثة البريطانية وهي مركبة الآي أكس والتي عرفت سابقا باسم سكاوتس أس فيا فهي عائلة من المركبات القتالية المدرعة التي طورت شركة جينرال دايناميكس لصالح الجيش البريطانية والآي أكس هي تطوير للمركبة القتالية المدرعة الأس كود التي تستخدمها القوات المسلحة الإسبانية والنمساوية وقد طورت هذه العائلة من المركبات في العصل من قبل شركتين اشتاير بوخا وسانتا باربرا سيستمز في أوائل التسعينيات من القرن الماضي فكلا الشركتين تم الاستحواذ عليهم من قبل جينرال دايناميكس في العقد الأول من القرن الحالي وفي عام 2010 تم اختيار جينرال دايناميكس البريطانية كفائز بعقد برنامج الأنظمة السريعة فيوتر رابيت افكت سيستم متغلبة بذلك على شركة بي اي سيستمز التي كانت قدمت مركبة سي في ناينتي ومن المقرر أن يعمل الجيش البريطاني على التخطيط لامتلاك مركبات الآي أكس بإصدارات متعددة وكان من المخطط أن يتم تسليم المركبة الأولى في عام 2017 على أن تكون القدرة التشغيلية جاهزة مع حلول عام 2020 فقد تم تصنيع وتصميم الآي أكس بواسطة شركتين جينرال دايناميكس البريطانية وشركة جي دي سانتا باربرا الإسبانية مع برج جديد عن نظام تحكم في إطلاق نيران تم تصميمه وتصنيعه من قبل شركة لوكيد مارتن في المملكة المتحدة فقد عملت شركة لوكيد مارتن بشكل وثيق مع مجموعة الدفاع بالإضافة لشركة راين ميتل لتصنيع وتجميع البرج وحوالي 75% من برج سي تي فورتي سيتم تنفيذه في المملكة المتحدة ويبلغ قطر الحلقة التي يثبت عليها البرج حوالي المتر وسبعين سنتيمتر مما يوفر مساحة عمل لجنود داخل المركبة أكبر بكثير من تصميمات مركبات القتال المدرعة المماثلة وقد تم تجهيز السكاوت اس في أيضا بحزمة آي ستار مع جهزة استشعار متطورة ومساحة لمزيد من التطوير في المستقبل فتسمح هذه الحزمة المتقدمة بالبحث الآلي والتتبع واكتشاف الأهداف أكثر فتوسيع نطاق المواجهة التي يمكن من خلالها تحديد الأهداف وتعقبها فتتميز الآي أكس باحتوائها على وصلات إيثرونيت بسرعة 20 جيجابيت في الثانية والتي تمكنها من التقاط ومعالجة وتخزين 6 تيرابايت من المعلومات التي يتم جمعها من قبل المستشعرات والمجسات ويمكنها بعد ذلك مشاركة هذه البيانات سوى أن كانت صورا أو معلومات أخرى عبر نظام اتصال يطلق عليه اسم بو مان وهو نفس النظام الموجود في دبابة ألتشالنجر 2 وحوالي 80% من هذه المركبات تم تصنيعها في المملكة المتحدة مع 70% من المواردين هي شركات بريطانية ومن المفترض أن يدعم تصنيع آي أكس حوالي 300 وظيفة في منشأة جنرال دايناميكس المتواجدة في جنوب ويلز ويبلغ وزن الآي أكس حوالي 38 طن مع إمكانية أن يزيد وزنها حسب الأجهزة والمعدات الموضوعة عليها حتى 42 طن طولها 7.6 متر وعرضها 3.3 متر ارتفاعها 3 متر عدد أفراد الطاقم شخصان مع إمكانية حمل أربعة أشخاص إضافيين يتكون التسليح الرئيسي من مدفع سيتي فورتي من عيار 40 ميلي متر وأما التسليح الثانوي فهو عبارة عن رشاش محوري من طراز L94A1 بعيار 7.62 ميلي متر تعمل مركبات الآي أكس القياسية بواسطة محرك M.T.U.فيدريكس هاضي الثماني الأستوانات بقوة تبلغ ثمانمائة حصانة اشتركوا في القناة